اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا بد أن تحدث فيهم تلك الحسرة وذلك الأسف وذلك الألم على ما أصاب أبويهما من جراء رواية إبليس عليه اللعنة وأيضا على أن يكون دائما أن هذا الذي أغوى الأبوين وخرجوا من الجنة وفعل فيهم ما فعل يجب أن يكون عدوا لكم أيها البشر ما دام هناك بشر على ويادي الأرض وهذه حكمة عظيمة لذلك جاء عذاوة الشيطان في كثير من الآيات إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكون من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيسا لظالمين بدلا إن الشيطان كان لكم عدو المبين يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة شوال ربط الارتباه كما أخرج لا يفتننكم الشيطان إياكم من ستة الشيطان ثم ربضها بكاف التشبيه كما أخرج أبويكم من الجنة تذكروا تلك القصة وهذه حكمة عظيمة لأن الإنسان مدام دائما متدبرا ومتذكرا بأن الشيطان عدو له يعمل شرة ويحذر منه ويستعيذ منه